تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة رئيس على السحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمؤاجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين حيث ثمن العاهل البحريني والعلاقة المتميزة والأخوية بين البلدين في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر من جانبها أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوفقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهم التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير وأكد رئيس السيسي استمرار دفع وتعزيز أليات التشاور والتنصيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ترجمة نانسي قنقر